في كل بلدان العالم تعتبر الصحافة مهنة المتاعب لكنها في العراق باتت مهنة المخاطر فالتعقيدات السياسية والاجتماعية والأمنية التي يشهدها العراق منذ عام 2003 جعلت الصحافة الحرة عرضة للاضطهاد والقم وسيطرت مقابل ذلك آلات إعلامية تحسن القبيح وتقلب الحقائق وحيث يحتفي العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة يستذكر الصحفيون العراقيون هذا اليوم على وقع المعاناة الكبيرة بسبب الملاحقات والتهديدات والانتهاكات المتواصلة وتقييد الحريات فكم من صحفي قتل وآخر أخفي قصرا وكذلك من قتل تحت التعذيب وعن أبرز معوقات العمل الصحفي في العراق يقول المرصد العراقي للحريات الصحفية إن الصحفي العراقي يواجه جملة من التحديات منذ عام 2003 وحتى اللحظة وكانت هناك مراحل صعبة للغاية وصلت إلى التصفية الجسدية حيث فقد ما يزيد على 500 صحفي منذ عام 2003 في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية عدا عن تهديدات الميليشيات وتحولت الأمور لاحقا إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب وتتنوع وسائل قمع الصحفيين بين مصادرة المعدات والمنع من التغطية وتحطيم معداتهم كالكاميرات وأخذ أشريطات الفيديو والتمييز بين مؤسسة وأخرى والإبعاد عن العمل بطريقة تعسفية والتأخر في دفع الرواتب والامتناع عن تزديد مستحقاتهم المالية والتمييز بين الموظفين والتنمر عليهم وتعزل عديد من المراكز المهتمة بحقوق الإنسان سبب استمرار تصاعد الانتهاكات ضد حرية الصحافة في العراق إلى شكل النظام السياسي غير الواضح وتعدد قوى النفوذ والانفلات الأمني الصحافة الحرة في العراق ستبقى مقيدة طالما أن البيئة السياسية الحالية تعتمد على تكميم الأفواه لإخفاء فشلها وفسادها